قتل مساء اليوم أحد عشر شخصا على الأقل بتفجير وقع خارج مكتب تابع لجماعة متصلة بتنظيم القاعدة شمال غرب سوريا وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مقره في بريطانيا أن الانفجار وقع في الطرف الجنوبي من مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة للمعارضة وأضاف أن أحد عشر شخصا قتلوا في الانفجار بينهم سبعة من عناصر هيئة تحرير الشام بينما ذكرت وكالة أنباء إثمارات أن 12 شخصا قتلوا بينهم العديد من المسلحين يذكر أن الانفجار يأتي بعد أسبوع من سيطرة عناصر من هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب وريفها بعدما أجبر معارضنا منافسين على قبول اتفاق إدارة مدينة تدير هيئة تحرير الشام